سك الحديد ست مطشاط توليت المهمة خمس انتصارات عادل فنتائج مدهشة جدا ومبهرة جدا وانا حتى قلت لزمالي قبل ما اخش النهار ده الحالة قلت لهم هو راجل من المدربين الوعدين اللي كان محتاج فرصة محترمة شبه دي يعني اللي يبقى فيها قدارة محترمة لعيبة كويسة منظومة كويسة انا بتكلم صح اكيد طبعا بتكلم صح يمكن وبأكد على كلامك اللي انا يمكن دي تاني ولا يا لية في السك الحديد يمكن السنة اللي فاتت كنت موجود والحمد لله يمكن عملت فرقة معظم قاومة الاساسي هو اللي موجود معاي الوقتي لكن زي ما انت قلت المهم في الدرجة دي او استقرار اي فريق استقرار اداري ويمكن السنة دي انا شايف الادارة موفرة حاجاتي ممكن انا كنت بتكلم معك قبل الفاصل حاجات اللي عيبة القديمة عاشتها السنة اللي فاتت وعاشتها السنة دي عاشوا الفرق من انضباط في المستحقات وانضبط فيه التزام في السلري بتاعك والعقود الملعب نفسه اشتغلوا عليه يعني ملعب السكة ده خلي بالك من احسن ملعب اللي هي موقع في القاهرة صح يمكن انا السنة اللي فاتت اما روحت اشتكلمت مع ناس في الإدارة قبل وانا بتفاوت معهم فالترون انا بالنسبة لي الملعب ده بالنسبة لي مهم جدا ولا حيالهم انت نادي انا السنة دي من غير مقول من غير مقول ولا تكلمت في القصة دي الناس بيعملوا سيانة للملعب بيغيروا انه يجيلة يعني فاناس عايزة تنجح وزي ما قلتلك ده انا شايفه سبب بعد ربنا الإدارة اللي موجودة يمكن السادة الفريق طبعا كامل الوزير والسادة اللي هو حسام السيسي ودكتور سايد عيسى بصراحة ناس كل يوم معنا في التمرين يمكن اللي هو حسام ودكتور سايد معنا في التمرين كل يوم مفيش حاجة مفيش حاجة يعني مفيش مشكلة خلص فدي زي ما بقولك معظم مشكل الفرق بتاعت الدرجة التانية بتبقى الحاجات اللي هي المستحقات والإداريات والقصص دي واسيب لي الفنيات يعني سيب لي اشتغل بالزبط يعني أنا النهاردة مش شاغل نفسي غير بالملعب لكن أنا السنة اللي فاتت كنت شاغل نفسي بلبس الملابس بتاعت اللعيبة والأوتوبيس والمستحقات والد